نتحدث في هذه الليلة أيها الأحبة عن الشباب وبعض الممارسات التي قد يمارسها الشاب لهدم ذاته ولهدم الثقة في النفس وما يعرف بتخريب الذات وفي هذا الموضوع أولاً أتحدث عن مكانة البناء لذات الإنسان بحسب منظور معظر روايات وخصوصاً في فترة الشباب ثم أنتقل في النقطة الثانية إلى وسائل داخلية لهدم الذات ووسائل خارجية كذلك لهدم الذات نقطتان أساسية أولاً ما يرتبط بمكانة بناء ذات الإنسان وخصوصاً في مرحلة الشباب هنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث فيقول اغتنم شبابك قبل هرمك والتعبير بالاغتنان يبين ويختزل ويختزن ضرورة المبادرة والمسارعة في الفترة العمرية عند الإنسان المتمثلة في الشباب وكأن الإمام يختزل توجيهات متعددة فكأنه يقول إن هناك فرصاً تمر عليك في شبابك لن تتكرر بعد ذلك في هرمك إن هناك أموراً وطموحاً وآمالاً وأمنيات تستطيع أن تحققها في شبابك وتسعى إليها في شبابك ولن تستطيع القيام بها في هرمك هنا الإمام يشير إلى حيوية ومصيرية هذه المرحلة العمرية ولذلك نجد بعض الروايات تعبر فتقول بأن مقدار حيوية هذه المرحلة مرحلة الشباب وكأنها جذوة من الجنون يعني شعل من الإضطراب والحركة عند الشاب ولذلك تجد الشاب يمتاز بنوع من الحركة والسرعة وكذلك نوع من التقلب ونوع من الأمل والطموح في القدرة على التغيير والتبديل طموح وهنا أيضاً روايات تبين مكانة البناء المعرفي عند الشاب فإن العلم في الصغار كالنقش يعني هناك ثبات معرفي المعرفة التي تبنيها وأنت صغير تبقى باقية وكذلك تجد بأن الشاب المؤمن الدين الذي يستقيم على الإيمان فإن الله يؤتيه ويعطيه الحكم في الكبر ومثل هذه الرواية تنبهنا أيها الشباب إلى عدم العجلة يعني هناك نتائج يعني مو سريع تحصل عليها تحصل عليها في الآجل في البعيد تحصل على تلك النتائج بعد ذلك بعد حين ولكن كل تلك المرويات تشترك في أن أن العلم والمعرفة والبناء في مرحلة الشباب هو المصير في مستقبل الإنسان ككل هذا بالعادة في الغالب خب لا ننكر أن هناك حالات مثلاً ربما الإنسان يتأخر ربما يبني علمه بعد ذلك هذا شيء آخر ولكن في الأعمل أغلب بأن البناء للمستقبل يبدأ من مرحلة الشباب وهنا أيها الأحبة نجد سلوكاً عند بعض الشباب هذا السلوك يعرف تربوياً بسلوك تخريب الذات أو بتعبير آخر بهدم الذات ومثل هذا السلوك وهذه النقطة الثانية مثل هذا السلوك أيها الأحباء سلوك يعتمد على هدم الثقة في النفس طاقاتك قدراتك أيها الشاب أيها الشاب لا يمكن أن تتدفق في المجتمع في حياتك لتصنع الجماد والحيوية والمستقبل المشرق إلا من خلال ثقتك في نفسك فإذا عمد الشاب أو الشاب إلى هدم ثقته في نفسه فهو عمد إلى هدم أهم جزء في بنائه وبناء شخصيته ولذلك تجد مثل هذا الشاب يعيش نوعاً من الإحباط ونوع من الشعور بالفشل ونوع من عدم القدرة في الانطلاق ومن هنا نصل إلى الأسباب أو الممارسات التي تقودنا إلى هدم الثقة حتى الكبار وإن كان الحديث مركزاً على الشباب ولكن هذه النقاط أيضاً تفيد الكبار هنا أيها الأحبة ممارسات نقوم بها نهدم من خلالها ذواتنا نعمد إلى نوع من الممارسة السلبي وهذه الممارسات إما أن تكون داخلية وإما أن تكون خارجية وكيف ذلك دعونا نتناول أولاً الممارسات الداخلية الممارسة الداخلية الأولى أيها الأحبة ممارسة ترتكز على حديث النفس السلبي يعني تحدث نفسك بشنه؟ بمحطات الفشل بنقاط الضعف بالإحراجات التي تمر فيها في حياتك يعني شيخنا من حاسب أنفسنا؟ أليس هناك مفهوم دعا له الإسلام وهو مفهوم المحاسبة المراقبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا؟ ليس منا من لم يحاسب نفسه أقول لا بد أن نكون دقيقين في التمييز بين المفاهيم وبالتالي لكي يحصل لدينا التمييز في مقام التطبيق للمفهوم المحاسبة للنفس أراد الإسلام من خلالها أن تكون أداة تقويمية تضع يدك فيها على الجرح وتقدم العلاج والدواء فالمحاسبة تكون أساسا للانطلاق نحو الأفضل لتدفق الطاقات بشكل إيجابي علشان تعرف سلبياتك وتصلح هذه السلبيات وتنطلق إيجابيين نحو إصلاحها لترتقي في النجاح لكن ما نقصده من التركيز على سلبياتنا على فشلنا على إحراجاتنا بحديث النفس مو حديث عادي أيها الأحبة كمثل هذا الحديث اللي ننطلق فيه في الإيجابية حديث يعرف تربويا بجلد الذات يعني شنو جلد الذات يعني تأنيب للنفسي تأنيباً كبيراً جداً 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 بحيث يصل الإنسان إلى مستوى تحقير نفسه يوصل الشاب إلى تحقير نفسه إلى حالة اكتئاب حالة بالشعور بالفشل الدائم وعدم القدر على النجاح منه أنا أنا كل في الفشل أنا من أتكلم أحرج روحي أنا من أحاول أفشل أنا مقدر علي الفشل أنا أصلاً ما أعرف أسوي شيء أنا وأنا تجلد نفسك بجملة من الأحاديث النفسية تحطم الكيان النفسي والعمود الأساسي في انطلاق طاقاتك وهذا العمود هو الثقة في النفس ما تقدر يسوي شيء ما تقدر والله متقدم أنت مثلاً رادوج شوية شل ذيك الليلة أخوه أنت مبتد بشكل طبيعي تخطئ وهذه مهارة لا تعتقد بتتكون في ليلة وحدة ولا سنة ولا سنتين راح تفاوت مهارات هذه ربما تستغرق وياك شين سنتين وثلاث وأربع يا الله بعدين شق طريقك صح لو لا قرية الدعاء والله لا صار شوية الصوت متزلزل ما تدفق الصوت ما كذا صار عندي أرباك وأخطاء شكل طبيعي توك بادئ في الطريق وإذا الإنسان في خلواته يتعمد جلد الذات وأي جلد يتخذ قرار يقول خلاص أنا ما لي ويا الشيل ولا لي بعد ويا قراءة الدعاء بل ولا بعض الأحيان في الجانب الأكاديمي كذلك يدرس ليه فصل وفصلين ويفشل في بعض الأحيان يتخذ قرار ينسحب من الجامعة ليش؟ لأن هذا الإنسان ملأ نفسه أيها الأحبة أحاديثاً نفسيةً تحطيميةً تخريبيةً لثقة الإنسان بنفسه هذا أسلوب خاطئ الأسلوب الثاني الداخلي أيها الأحبة الذي يشعرك بنوع من الفشل وبنوع من تحطيم الذات هي المقارنات إن تتوك في بداية الطريق وإذا تقارن نفسك بشنو؟ بالكبار إن تتوك بعد وإذا تقارن نفسك بذاك اللي عنده خبراء مثلاً على سبيل المثال مثلاً يقول والله شوفي شلون أخويه بسرعة يستوعب يفهم شلون فلان كذا بسرعة يفهم كذا إلى آخره بس أنا أنا تشذي وأنا تشذي وأنا كذا وأنا الفاشل وأنا كذا وأنا كذا هذه المقارنات أيها الأحبة تحطم من الذات زين البعض يقول خب في قدوة حسنة إذن وين القدوة مفهوم القدوة؟ نفس الفكرة مفهوم القدوة اللي جعله الإسلام مفهوم للانطلاق نحو شنو تدفق الطاقات علشان تاخذ من القدوة الجانب الإيجابي الحسن اللي يمكن أن تطبقه في حياتك لتنطلق بعد ذلك في الجانب الإيجابي لا أن تاخذ القدوة وصير عندك حسن وغيرة وصير عندك تحبيط إلى الذات هذه كلها أسباب ذاتية داخلية لتحطيم الذات وبعض منها أيها الأحباء لا يرفق بنفسه قاسوية نفسه حطمها تحطيم بعض القصص ربما يلجأ إلى ضرب ذاته ياخذ ليش ويضرب نفسه في حالة من الوسواس القهري مثلاً ونحو ذلك هذا عدم رفق بالنفس هذه أسباب داخلية عندنا أسباب خارجية وما تلك الأسباب الخارجية أول سبب أول سبب أول سبب أيها الأحبة لتحطيم ذوات الشباب ربما الوالدين الأسرة بعض الأباء والأمهات لا يراعون المشاعر عند الشباب ما يراعي مشاعر الشباب يعيش مشكلة في الجانب الأكاديمي بدل الأمة تكون محفز إليه تحطمه هذه درجة واحد يجيبها هذه كذا هذه كذا نزيل لاحظه ممقصر محضر وكذا وباذا الجهدة وساعي علشان يتغير وساعي علشان يجيب الأفضل ولكن مع ذلك لم يتفوق هذه قدرة ربما المفروض وهذا الإسلوب هذا الإسلوب يحطم الشاب أو بعض الآباء عنهم قسوة على أولادهم يحبط من الولد وليش تقرأ أنت في المسجد فكر روحك تعرف تقرأ فشلتنا فشلتنا ذا كل يوم من قرية في المسجد من قرية في الماتة من كذا إلى آخر إسلوب تحبيطي بعض الأمهات والآباء قسات على أبنائهم قسوة كبيرة على الأبناء قد وضعت حرب هاشم أوزارها وقالت قيام القائم الطهر موعدي قربوا أولادنا الصغار النساء النساء كذلك بارك الله فيكم نساء الله يعودكم على هذه القسوة القسوة في نقد الأبناء وتعريضهم لإحراجات قدام الأول والتالي تنقد بنتها تهزئ من بنتها تحقر بنتها ما تحترمها كبرت وصارت أم وعندها أولادي بشون بصفها ومع ذلك هذه الأم اللي هي الجدة الآن صارت تمارس تحقيرا إلى من؟ إلى البنت تمارس إذلالا إلى البنت بكلام بلفظ بسلوك وتصرف وهكذا رأفتها ورحمتها على من؟ وعلى أولادها الشفقة لازم تصير على الأولاد أكبر تصير شفقتها على الآخرين تشوف أخلاق هوية الآخرين ما أحلاها إذا جدت وي وي بناتها ما أسوأها وكذلك بعض الآباء تشوف هوية الآخرين ولا أحسن منه أخلاق عالية لكن من يجي وي أولاده أكبر المحقرين المذلين المهزئين المحرجين إلى ابنائهم غلط هذا مو أسلوب صحيح تويش السبب من أزمة نفسية ما تلاحظ الأثر النفسي عند ولنك أنت يمكن تكون سبب من خلال هذا التصرف في تأخره المدرسي سبب في الوظيفة والتقصير في الوظيفة ربما سبب عن ابتعاد للمأتب للمسجد من هاي السلوكية تمسك تقول لي ليش قرأت أنت في المسجد قرأت دعاوه خربطت وفشلتنا وكذا وإلى آخره بدل ما تمسح على جرحه تقول يا ولدي هاي أول تجربة هذا شيء طبيعي خربط كذا إلى آخره بس المرة الجاية إن شاء الله تنطلق بشكل أفضل كذا إلى آخره هذا سبب خارجي سبب الثاني الخارجي لهدم لهدم الثقة والذات عند الشاب أيها الأحباء الرفقة إلى أصحاب انظر إلى صاحبك صاحبك شلون هل يهدمك أو يبنيك هل يكون عوناً لك في التكامل أو عوناً سلبياً شيطانياً للتسافر إذا جيت بالصلي يقول لك لا الصلي إذا جيت بتروح المات ما يحتاج خلنا نروح بس إذا شدت التحار إذا جيت قلت ليه خلنا نشارك في العزة يقول لا خلنا نلعب بلايستيشن أفضل إذا جيت ليه كذا كذا تشوف هذا الصديق بدلاً من أن يكون عوناً لك في ماذا في بناء الذات في التكامل تشوف لا تشوفه بالعكس لذلك هنا ما نقول رأساً مباشرةً تترك منه هذا الصديق والصاحب بل تحاول أول شي أنك تقوم منه تجلس معاه تكتب ليه رسالة تقول له صراحة احنا شايفين أنفسنا كله في الغلط أو في الإهمال أو في التقصير لماذا لنغير قليلاً من أسلوبنا ليش ما نعطي الله وقت معين نعطي العبادة وقت معين نعطي المات وقت معين كذا إلى آخر حاول أولاً أن تغير من صديقك لا تتخلى عنه كن عوناً له في الإصلاح في التوجيه فالصديق أيها الأحبة قد يكون سبباً سلبياً في هدم ذاتك هدم الجمال في النفس زين بعد من الأسباب الخارجية أيها الأحبة من الأسباب الخارجية هو ما قد يكون من استهداف إلى الشباب من خلال مثلاً ترويج المخدرات من خلال ترويج الكحول من خلال ترويج مثلاً الفاحشة ونحو ذلك ترويج إلى أسباب تهدم الشباب سبب هدم إليهم والآن خصوصاً المخدرات المخدرات الآن مؤخراً لا يستهدفون الشباب الكبار تشوفهم يستهدفون منه يستهدفون خلكم يا يبارك الله فيكم يستهدفون الصغار المراهقين الآن مثلاً موجود ترويج إلى نوع من المخدرات هو عبارة عن حبوب والشباب يدرون به لكن أبانا ما يدرون به الشباب يعرفون موجود ناس يروجون حبوب حبوب مخدرات يجون إلى الشاب اللي ما يعرف هذا الموضوع أو الشاب اللي ما تعرف هذا الموضوع مثلاً الشاب تشكو من آلام توها في الإعدادي في الثنوي مثلاً آلام و مشاكل في الطنف الدورة الشهرية اجي لها المروجة تصوروا هذا شيء واقع موجود تقول لي عندش آلام كذا ايه والله مزاجي معتكر كذا توني آلام تجيني مبرحة أخذي هذه الحبة بندول هذه الحبة أخذيها هذه بتريحش الشاب بحسن نية تقولها صديقتي زميلتي في المدرسة وعطتني حبوب بندول إذ قم تتناولها وإذا مفعولها مريح يريح اجي يوم ثاني يقوم بالدورة بعد أيام سبعة ستة ثيام تنبين حبة أكي عندي موجودة تفضلي الحبة تعطيها الحبة ثالث رابع تتعود على شنوب تتعود على هذا الحبوب بعدين البين تشعر بالآلام لأنه إدمان في البدن صار حاجة إلى شنوب إلى هذا الحبوب تحت البندول إذا تتعود عليه يصير عندك شنوب إدمان فما بالك أصلا بالمادة المخلرة اعطيني هذه الحبوب وإذا هاي البنت تقول لا هذه ببيزات أنا كنت أعطيش إياها شذي يعني صاحبتي وصديقتي بس ما هتدرين الحبة بدينار الحبة بدينار يحطونها سعر متناول إلى البنات إلى الشباب دينار ما يقدر يوفره يقدر يوفره لو يجمع مصروف شنوب يومين شيله أكل من البيت ويجمع له مصروف يومين كونت عنده دينار تبدأ تشتري لا اشترت الحين تصير العصابة أوسع أيها واقع وإن كان ضئيلاً من بيخوف وعطي مساحة كبيرة للموضوع لا 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 لكن يحتاج إلى تحذير لهذه الفئات ولا تعتقد هذه بعيدة لموجودة فلذلك لابد من الحذار يأخذون البنت شوي شوي تعولت على المخدرات يلقلونها إلى مساحة فساد أخرى مساحة فساد ثانية تبين هذا الموضوع لازم ترجعين إلى كذا تفعلين كذا جيك تقول بطلع ويا مثلاً صديقتي ويطالع مكان ثاني لذلك أيها الأحبة المخدرات غرضها هدم الشباب هدم الشباب هدماً بحيث ينشغلون بهذه الأمور ويبتعدون عن طاقاتهم عن قدراتهم عن بناء مستقبلهم ومن هنا نوجع أيها الأحبة إذا شاب أو شاب ابتلت بهذا الموضوع لازم تجي تلجأ إلى منه إلى أبوها إلى أمها والأم والأب لازم يتفهمون صحيح هذه طامة كبيرة على الرأس لكن إذا استمرت بتحدث مشاكل أكبر ولذلك المصارحة وعلاج القضية في بداياتها شيء مهم جداً فإذا امتلكت البنت جرأة بأن تفاتح مثلاً أمها في الموضوع لأم لازم تتقبل الموضوع رغم الألم الشديد وتلجأ إلى وضع الحلول وصحة للجوء إلى الطبيب في هذا الجانب وغير ذلك فهذه ممارسة هدم للذات ممارسة هدم الذات أخرى هو عبارة عن تلقف الأقاويل والآراء الشاذة الشاب عنده بس انشغال بالآراء الشاذة والآراء المظلة وصير عنده انشغال ذهني معرفي بكل بكل هذه الآراء الشاذة أو الظالة التي تسبب نوعاً من الهدم الفكري إليه زين وأخيراً الذي يهدم ذات الشبار هو بقاء هموم أساسية في حياته يفتقدها كمثل العمل وظيفة تخرج وهو يريد الوظيفة وإذا الوظيفة تتأخر عليه تأخرت الوظيفة هم آخر في جانب آخر شنو الهم الثاني الزواج يصير عنده مشكلة في جانب الزواج يتأخر الزواج الزواج أيها الأحبة أيها الآباء أيها الأمهات سواء في طرف الشاب أو الشاب مشكلة كبيرة مو مشكلة صغيرة بحسب تجربتنا الاجتماعية نجد بأن الشاب ربما يصبر على عدم وجود وظيفة إليه ربما يصبر سنة وسنتين وثلاث وأربع ويرضى بمصروف بسيط يمشي حياته فيه لكن يتأوه لتأخر ماذا؟ لتأخر الزواج يتعلم من دون أن يخرج صوتاً لتأخر موضوع زواجه ولذلك يخجل من مفاتحة آباء أمهات مثلاً يجي فاتحهم في الموضوع صعب عليه بيقول لي أبوه روح دور لك وظيفة أول يا ولد كذا لذلك أيها الأحبة مشكلة الزواج مو مرتبطة بس بالمهور وكذا وإلى آخر مشكلة الآن صارت عويصة في المجتمع تحتاج إلى عمل مؤسساته نفس ما أسسنا جمعيات إلى الفقراء نحتاج نأسس جمعيات بس إلى الزواج نفس ما نبذل أموال مقدرة مقدسة محترمة في الجانب الحسيني في جانب التعليم الديني في جانب مساعدة الفقراء لازم نبذل مال في تزويد شباب لهم تحصينهم تحصين الشباب نحتاج جمعيات تنبري إلى هذا الموضوع تعالج الموضوع الزواج ليست معالجة مادية فقط بل توعوية أيضا ونعني بذلك أن تثقف أول شي الشباب المقبلين على الزواج بثقافة الزواج حتى البنات يحتاجون إلى تثقيف لأن الآن مشاكل الطلاق بعضها مشاكل بسيطة تافهة جدان تدل على عدم وعي عند الشاب أو عدم وعي عند الشاب فنحتاج تثقيف نحتاج دفع مالي نحتاج نوفق بين طرفين بالحلال تحت غطاء شرعي غطاء شرعي والله عاقد شرعي بينهما لمدة والله كذا فقط يتبادلان الحديث يتعرفان على بعضهما بعضا تحت علم الوالدين كذا على أساس يعرفون بعض بشكل جيد يسمح بالاستمرار أو ترك الموضوع نهائيا لذلك نحتاج إلى جرأة في معالجة هذا الموضوع موضوع الزواج ونحتاج أن نقدم نوعا من الإعانة إلى الشباب في التزويج أنا أب عندي قدرة مالية رصيد بنكي وأولاد مهم الزوجين ليش هذا الرصيد البنكي لمنهم غير ليهم للورثة ها للأولا للورثة الآن تجمع وتبقي لشنه سواليهم مكان لا أنا تصدق شيخنا أنا موصي بثلثي بعد موتي لوجوه الخير زين هذه من وجوه الخير أنت لو بنيت بنيان وضميت في ولدك مع زوجته تعتقد يعني هذا مو صدقة مو شيء جاري إن حسب إليك شيء جاري يحسب لك وسع من الفهم فإن التوسع على العيال أفضل من الصدقة لماذا لا تؤسس إلى هذا الفهم أوسع عليه أبني إليه أزوجه عجيب أصرف عليه وأصرف على زوجته ما دام عندك قدرة مالية لماذا لا تصرف سبه واحدة من بناتك ما هي المشكلة لين والله بكرة مثلا يتوظف إذا رأى الولد هذا النوع من الإعانة وحللت 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 له مشكلة الزواج بكرة يستشعر بضرورة العمل شوف يروح يبحث عمل بأي طريقة كانت يسعى إلى الوظيفة لأنه أصبحت لديه مسؤولية الزوجان شوف شخصية تتبدل نحو الأفضل المهم تكون عنده ثقافة ووعي فيها الجانب ولذلك في هذه الليلة أيها الأحبة ليلة القاسم ابن الحسن سبط رسول الله محمد نلتقي مع رمزية الزواج على الشباب يفهمون بأن هذه الليلة رمز لمناقشة موضوع الزواج ومعالجة مواضيع مرتبطة بالأسرة وغير ذلك كما عالجنا يوم السنة الماضية هذه المواضيع لذلك رمزية الزواج وإن لم يحذو زفافا لكن كأنما الإمام كأنما الأم وكل الأمهات الفاقدات الذين فقدن شبابا مضوا من هذه الدنيا من دون أن يفرحوا بزفافهم بزواجهم كأن هذه الليلة مواساة إلى كل هؤلاء القاسم بأبي وأمي في ليلة العاشر الإمام يخبر أصحابه أهله يخبرهم بمنازلهم من الجنان وإذا يصل للقاسم يتجاوزه بالتفت القاسم إلى عمه يقول عام وماذا عني يقول يا ابن أخيه يا قاسم كيف ترى الموت قال إن كان معك يا أبا عبد الله يا عام فهو أحلى من العسل وأطيب من السكر قال جزاك الله خيرا يجي اليوم العاشر يمضي أصحاب الحسين وأهل الحسين بأبي وأمي ويجدلون يقف الإمام الحسين مناديا هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذب عن حرمنا وإذا بالقاسم يأتي مهرولا لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا حسين يقول أنت العلامة قد مضى إخوتك وبقيت أنت العلامة من أخي الحسين وأنت السلوى لأمي كرم لا يرجعه بأبي وأمي يرجع فيضع رأسه بين ركبته حزينا بأبي وأمي ما يصنع ما يفعل تذكر عوذة شدها أبوه له في عبده قال يا ولدي يا قاسم إذا اشتد همك وغمك فافتح هذه العوذة قال وأي هم أكبر من هذا الهم والغام فتح العوذة يا مؤمن وإذا وإذا فيها خط الإمام الحسن ولدي قاسم إذا نزلتم أرضك ربلا مع عمك الحسين فإذا أرادت السعادة الأبدية فلا تقصر عن نصرة عمك الحسين وإن ردك فعد إليه عند ذلك استبشر القاسم جاء مصر عن ناحية عمه الحسين وهو يقول البشار البشار يا عام لقد حصلت الرغص من إمام معصوم وإذا بالحسين يقول ممن دفع بالعوذة إلى عمه فتح هام إن رأى الحسين خط أخاه الحسن حتى بكى قال السلام عليك يا أبا محمد تنصرنا حتى بعد مماتك قال إن كانت هذه وصية فلدي وصية أخرى إلي وما هي هذه الوصية أن أعقد لك على البنت المسمات تعال معي إلى أين يا عم هذا وقت زفاف وعاقد قال أمر لا بد منه جاء إلى من يلجأ إلى منه هاي هيئ الخبار يتحدث عن هذا الموضوع لزين أم المصائب إلي إلي أخته ما عندك يا أبا عبد الله قال هذا القاسم وهذه عودته ووصية الإمام الحسين ولدي وصية أخرى لا بد أن أجريها وأنفذها ما هي هذه الوصية أن أعقد له على البنت المسمات قالت أي عقد في هذا الوقت يا أبا عبد الله ألا تنظر إلى العباس وهو على المسنى مطروح على تنظر إلى علي الأكبار مقطع نير بن إربا قال أمر لا بد مطروح 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 اشتركوا في القناة